نهر ده النادي الاهلي مواجهة امام فاق سطيف الجزائري في زهاب نصف نهائي دوري ابطال افراقيا بدأ الاهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي وعلي معلول وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب الدفاعي اليو ديانجة وحمدي فتح وامامه احمد عبدالقادر وحسين الشحات واثنين مهاجمين طاهر محمد طاهر وبرسي تاو النتيجة كبيرة للنادي الاهلي بربعية نظيفة في زهاب نصف النهائي لدوري ابطال افراقيا الاهلي الان يضع قدم ونصف وثلاث تربع في المباراة النهائية عشان الجمل المشهورة الجمل التقليدية الطبعية لازم نقولها ان المباراة لم تحسن او التاهل لم يحسن نلعب بتركيز في مباراة العودة بس الاهلي هيصعد للنهاج الاهلي كقوة وكاسم وكتشكيلة اقوى اكيد من الفريق اللي وجهه النهاردة فريق وفاق ستيف الجزائري اللي ما كانش افضل حاله وما كانش جيد بالمناسبة قبل الطرد يعني قبل ادياء 35 الاهلي كان مسيطر على المباراة طولا وعرضا وكان مضيع كورتين في الايم وكان مسجل هدف كان الاهلي في افضل احواله على الاطلاق كان يقدر يكسب النتيجة دي حتى لو وفاق ستيف كان بيلعب بالحضاشر لعب النهاردة الاداء بتاع الاهلي اداء ممتاز وهو ده بقى الاهلي اللي احنا عايزينه واللي احنا فاهمينه واللي احنا عايزين نشوفه واللي المفهود يكون عليه الاهلي دايما الاهلي اهم فرق القارة اهم فريق في القارة اهم فريق حصد بطولات في القارة حامل اللقب لعامين متتاليين طبيعي لما ينزل قدام اي فرق في القارة الافريقية ثلاثة اربعة وخمسة وستة وسبعة زي ما بيحصل في اوروبا لما منشستر سيتي ينزل يلعب مباراة ليفربول ولا الان مدينة فرق الكبيرة دي تنزل تاكل اللي قدامها تاكل بلغة الكورة يعني تلعب مباراة كبيرة ما يبقاش هو اللي خايف من الخصم الخصم هو اللي يبقى مرعوب منه هو اللي يبقى مرعوب منه انا بلعب النادي الاهلي فطبيعي يبقى خايف والان منه النادي الاهلي النهاردة عمل مباراة اقرب للمثالية انا مبقلش مثالية عشان كان ممكن الاهلي يسجل اهداف اكتر من كده كمان بس الربعية ربعية ممتازة وتخالي الاهلي في النهائي بس كان يقدر يسجل اكتر من كده